السلام عليكم و اهلا بكم المنتخب المغربي يفوز بتولاتية لهدف على السيراليون في مباراة رائعة ولكن لم تبت على شاشة التلفاز ولكن قبل ان نبدأ الفيديو ادعوكم الاشتراك في القناة وتفعيل جرس ليسركن جديد فورا نزوله ولا تنسى الصلاة على النبي اذا هيا بنا نبدأ الفيديو بالصلاة على النبي اللهم صلي على محمد خير البشر اذا المنتخب المغربي ينتصر وديا على السيراليون بثلاث اهدف لواحد في اخر محطة تجربية قبل خوض غمار كأس امم افريقيا 2023 والذي سيجرى باراضي الكوت ديفوار 2024 نعم اذا تغلب المنتخب المغربي على نظيره السيراليون في المباراة التي جمعتهما على ارضية ملعب اوغوست دينيز بمدينة سان بيدرو في اطار استعداد النخبة الوطنية لنهائية كأس الامم الافريقية الكوت ديفوار هذا وسجل اهداف المنتخب المغربي في المباراة الودية كل من يوسف انصيري في الدقيقتين الثلاثين والخمسة والخمسين وسوفيان بوفال